السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة دي العشرين في شهر عشر اليوم يا إخوان غنمشوا نشوفوا عدة أخبار من بينها دكشي لواقف المغرب يا إخوان ثلاثة القرارات اللي هي مهمة جات في الساعات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة أولا يا إخوان هو أنه غتولي الإلزامية ديال الجريم باس في الأماكن العمومية والإدارات يعني اللي بغيت تبشي احتل المقاطعة خصك الجريم باس كذلك يا إخوان تعليق الرحلات مع ثلاثة الدول الأوروبية وكذلك يا إخوان الحاجة اللي هي أعلن عليها البارح في الليل الوازيري إخوان هو أنه للجرعة التالية غتولي إلزامية في المغرب وغنمشون تكلموا كذلك يا إخوان على هالدول علاش تسدوا معهم الحدود ووش كينا إمكانية أنه يسدوا الحدود كذلك مع إيطاليا لذلك غنم تكلموا كذلك على دراقي أشنو قال وقال دك الشيلي كي يوقع في بريطانيا إخوان أراه هو درس لجميع الدول وغنمشون تكلموا فهذا الفقر يا إخوان على الإجراءات اللي غد يتخذ روسيا أخيراً غيديروا إجراءاتي إخوان وداروا الحجر الصحي الناس اللي عندهم كثير من ستين سنة زيادة على هذا غمشون نشوفوا دولة أخرى يا إخوان أوروبية اللي دارت الحجر الصحي وكذلك يا إخوان غمشون تكلموا على الدكريات الفلوسي اللي بزافت الناس يومياً كتسووني علي هاد الدكريات الفلوسي إخوان وغيخرج حتى غيخرجي أنا العقل لأنه يا إخوان كل شي كيسهول عليه والمشكيل غنشرح لكم شي أرقام والله إلا معمر شي واحد شافت قريباً كنظن والله أعلم لذلك باش تفهموا يا إخوان أنه الفرص باش الواحد ياخد شي كونترا في هاد القانون راها كينا ولكن فرص ضائلة للغاية غنشرح لكم وغنعطيكم الأرقام ديالجيهات وبطبيعة يا إخوان غنقول لكم أشنو قالت لوزيرة وراه كيوجدوا في القانون حاجة أخر يا إخوان غن تكلموا كذلك على خبر صادم وصراحة أنا مني قرأت الخبر وهذا آخر خبر قرأت حتى يالله جادة بعرد دقائق قليلة راي يعني ما رقيت ما نقول يا إخوان المحكمة تفرج هي أصلاً كانت طالقة يا إخوان كان عنده حبز الدار ولكن القاتل ديالأخ يونس أدرياتي شي حتى حبز الدار مبقاش عنده غنقول لكم السبب اللي قالت المحكمة معلاش وغنمشو نشوفوا التغيير اللي ترى يا إخوان على التلفزيون الإيطالي وربما الناس اللي عندهم تلفازات قدام أرى غادي تختافي من عندهم واحد 15 إداعات قريباً وغادي نقول لكم شكونا عمد إداعات وكيفاش يعني تصلحوا حيث كان البونس في 130 أورو تقدروا تستفدوا منه اللي بغايت تغيروا التلفازة وكيف ما العادة يا إخوان كنشكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم الناس اللي لم تشاركاش اشتركوا باش مقاو توصلوا بالجديد إن شاء الله هم بدأوا يا إخوان بهذا الخبر اللي صراحة كيفشل لأنه صراحة أنا قريت الخبر معرفش عشل نقول أدري يا إتيشي القاتل دياليونس يا إخوان الله يرحمه اليوم القادي يا إخوان كيتلق الصراح ديره يعني يحتدك حبز الدار اللي كان عنده ما بقاش عنده والسبب أنا صراحة ما فهمتوش لأنه يا إخوان السيد لي على حسب القادي ديالتحقيقات الأولية خطير على المجتمع وهاتش يا إخوان رقالوا القادي ديالتحقيقات الأولية في تقارير دياله سابقة بالله أنه أدرياتيش يخاطر على المجتمع ما يمكنش أننا نطلقوه ولكن اليوم يا إخوان كيتلق الصراح دياله والسبب هو أنه حبز الدار ما بقاتش عنده فعالية بالنسبة لأدرياتيش هاك كم كتوبه في جميع الصحف يعني الصحف اللي نشر هاد الخبر تقريبا حوالي 11-15 صحيط كلهم تيقول بالله أنه يعني ما بقاش فعال ولكن تفسير دياله شنه هو يا الله أعلم تفسير الوحيد اللي عندي أناية هو أنه حيث هو يا إخوان خذر برميس باشي هو اللي يخدم وكيبشي لعمل دياله كيبشي للمكسب دياله وحيث هو محامي كيقدر كذلك كيبشي يا إخوان المحاكم في عدة مدن إيطالية يعني ما بقاش عنده معنى أننا نعطيه حبز الدار وهو السيد حر طالق كيخرج وقت ما بغى ويدخل وقت ما بغى بالسبة ديال الخدمة هذا هو التفسير الوحيد اللي يلقيت أناية لذلك يا إخوان هات السيد من بعد ما أنه قتلك كانت نيابة العامة شي شهر هذي تقريبا طالبات باش أنه يطلقوه ولكن القادي ديال تحقيقات الأول يرفض واليوم يا إخوان من بعد الشهر قال لي ما ذاك الحبز ديال الدار اللي عاطينه أره ما بقاش عنده فعالية لذلك أصبح حرا طالقا يبشي في مبغى ريستورا بارد يتجول في فوقيرا يدير اللي بغى يعني هات السيد دبع حاليا بحالة ما عمروا دهر شي حاجة يا إخوان تخيلوا معايا أنا والله ما بقيت عارفة شنو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أتشلي الواحد يقول فبفقرة يا إخوان غديمشوا نتكلموا على القرار اللي اخداتوا الحكومة المغربية بطبيعة الحال بحال ديما يا إخوان ما عنتش عليها رسميا وما خرجتش بلاغ رسمي ولكن الشركة ديال الطيران هما اللي تكلفوا يا إخوان باش يعلموا الناس من بينها العربية للطيران وللمديرة ديالها يا إخوان عن طريق تويتر كثبت بالله أنه المغرب يغلق الرحلات الجوية مع ألمانيا هولاندا وبريطانيا ابتداء من نهار 23 أكتوبر مع 12 جيلة ليلة يا إخوان بطبيعة الحال حاجة المهمة هو أنه يا إخوان نفس شيء دارة لارام وبطبيعة الحال أشنو اللي خلقه أنه المغرب يسد الحدود دياله وليسد الرحلات الجوية حيث هي هي يا إخوان إلا سديت الرحلات الجوية ركسديت الحدود معها ثلاثة البلدان غامشون شوفوا أشنو عندهم ولكن على حسابي إخوان الخباراء وعلى حساب مصادر حكومية السبب دي الإغلاق الحدود معها الدول المصادر من الحكومة يقولوا أنه بسبب الوباء وبطبيعة حال غامشون شوفوا هاد دول شنو واقع فيها زيادة على هذا جواز اللقاح الليدر المغربي إخوان ولي اليوم مدخل حيث تنفيذ رأى واحد القانوني إخوان اللي صار من الأقصى درجة كثير من الجريم باس اللي عددنا هنا في الطالية لأنه الجريم باس غسولي تنقل به ما بين العمالات والأقاليم إلا ما عندكش ما تقدرش تنقل كذلك إلا بغتي تخرج خارج المغرب خاصك الجريم باس وكذلك إخوان بجدخل إدارات العمومية وزيادة على هذا هذا هو المشكل إخوان حتى المؤسسات الفندقية يعني حتى لو طيلات هنا في الطالية ما كيش لو طيلات إخوان وكذلك إخوان المطاعم والمقاهي يعني القاهوة اللي بغتي تتقلس فيها خاصك لا بد الغريم باس زيادة على الفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وزيادة على القاعات دي الرياضة كيف ما قلنا سابقا و الحمامات هاتش يا إخوان ماشي حبسة هنا حيث المغاربة إخوان جال بين الجرعة الأولى و الجرعة الثانية ولكن إخوان كيف ما راكم عارف الحكومة المغربية بدأسك تعطي في الجرعة الثالثة سمعوا أشنو قال الوزير البارحة إخوان كالجواز اللي كيكون محمول في التليفون سمارتفون وكالجواز اللي هو وقع بالطبع في الجرعة الأولى و الجرعة الثانية وكاللك الجرعة الثالثة لأن الجرعة الثالثة كان دلوها بعد 6 شهر على الجرعة الثانية فبتالي اللفت له المدة الزمنية ديال 6 شهر وما درش الجرعة الثالثة غايولي البص دياله فاكسينا يعني جواز تلقيح غير قابل سميت غير صالح وكيف ما شفتم معي إخوان على حساب الوزير الصحة المغاربة اللي جلب هذه 6 شهر بالجرعة الثانية خاصوا لازم عليه هذه الثالثة باش ياخد جواز تلقيح الجرعة الثالثة الحدود السعية إخوان علماء واخصائيين وكذلك وكذلك وكالة الأدوية ديال دول بحل أوروبا وكذلك أمريكا كتقول أنه غير لازمة الحدود السعية ولا التعطات كتعطان الناس اللي عنده كثير من 60 سنة ولكن المغربي إخوان عنده رأي آخر كيف ما كتشوفوا معي جوج قرارات أو ثلاثة اللي تلغة تولي إلزامية في المغرب أجيو نشوفوا ده بالدول للمغرب ستد معهم إخوان أشنوا واقع فيها مثلا باش نشوفهم زياني إخوان دول للمغرب ستد معها هي هولندا هولندا يا إخوان ناسي خدت الجرعة رأيها 74% يعني خدت على الأقل جرعة اللي خدت الجرعة الأولى وجرعة التانية رأيها 67% لذلك إخوان كنت تكلموا على نسب اللي هي متوسطة مش بحط اللي وصل 85% 86% ولكن رأيها مقبولة في حين أنه هي إخوان الأرقام اللي كنت تسجل هولندا رأيها كالآتي في آخر 24 ساعة إخوان سجلوا 4574 4500 يعني وتوفوا وليم عشرة الناس علش سديت تعليم الحدود عالمة استفام كبيرة بطبيعة الحال تقول بلأنه كان واحد السلالة جديدة والسلالة الجديدة تكلمت عليها كذلك الصحفة الإيطالية اسميتها A-E-P-S-E-L-O-N-4 جوج وهي سلالة ديلتا اللي تزادت الطورات يعني كينا نسخة جديدة وسمحوا العلاق التعبير دي النسخة جديدة راح يتاد الفيروس يا إخوان رأوا لا نسخ فيه كل مرة كتخرج واحد نسخ لذلك كينا السلالة جديدة يا إخوان اللي على حساب العلماء حاليا راه أسرع في الانتشار بنسبة 10% مقارنة بالسلالة ديلتا بالسلالة الهندية لذلك الحدود الساعة منتاشرة في بريطانيا الناس اللي كتتعادة في بريطانيا السفل ميديا لهم معادين بهد السلالة ومن المترقب أنا هتنتاشرة في البلاد كاملة وغتولي المسيطرة هاتشي مناش خايف المغرب وعليش سد الحدود ديالو البلد الآخر اللي سدعي المغرب الحدود هو كيفما قلنا المانيا الناس اللي اخدت الجرعة الأولى راه 68.9% الناس اللي اخدت الجرعة الأولى والتانية راه 65% والمانيا بطبيعة الحالي كتتسجر أرقام كثيرة اليوم كيفما غادي تشوفوا معايا راه الكورفرها طالعة هاتي مدى وزمان اليوم سجلوا 49.000 البارح 43.000 النهار اللي قبل 48.000 والمغرب اضطر انه يسد الحدود ديالو مع هاتي الدولة يا اخوان كيفما سادهم كذلك مع روسيا وبطبيعة حالي اخوان روسيا قلنا على الاقل مجال بنش والحالة الوبائية صعيبة الناس اللي كتتسائل واش غادي يسد الحدود كذلك مع المغرب حت بزاف الناس سوولتني في الانستغرام وبغين يمشيو كاللي عنده العرس كاللي بغين بشي قضي غارض وكل واحد اخوان واش نو غادي يبيه المغرب بطبيعة الحالي نقدر نقول لكم هو انه اولا لا ثقة في الحكومة المغربية يعني كيفما خرجوا 80% في حين انه يلجي نشوف الشعب كامل بالاطفال ديال وبالناس ديال وكاملين اراه الناس اللي اخدت الجرعة الاولى والجرعة التانية 74% والناس اللي اخدت على الاقل جرعة اراهم حوالي 78% لذلك مقارنة بالدول الاوروبية ايطالية رهام تقدمة وبطبيعة حالي اخوان حاجة مهمة يعني باش ايطالية قدروا يستمع الحدود السبعيد ذلك حاليا وخحنا ما نقدر نعرف القرار التي يخرج ولكن لجي نشوف المنطقة السبعيد الامري اخوان وخيعني الدول الاوروبية الاخرى كهولاندا والمانيا الحالة مصعبة بزاف ولكن في النظر الشخصي لانا اخوان كينا شوية السياسة يعني مش عيد الواباء صافي ولكن ربما راكم عارف ان عدنا المغربي اخوان والمانيا ما كيتفاهم وزيد السين على هذا بريطانيا نسد معها ارى الحالة الوبائية خيبة بزاف فهذا فقري اخوان غنتكلم علشن واقع في اوروبا والحالة الوبائية اللي بدت كتضهور في عدة الدول الاوروبية بطبيعة حالي اخوان تكلم دراقي اليوم مشوف القرارات اللي اتخادت في بعض دول الاوروبية اللي وصلت الى الحجر الصحي بطبيعة الحال كنت تكلم على ان دراقي قال ذاك الشريك يوقع في الحاضر وفي الماضي كيعلم نبلا انه الطريق لواخذة ايطاليا هي اللي صحيح يعني هذك القرارات اللي غاد نبيها تدريجيا هي الاصح لانه قال لهم هذا الشريك يوقع في بريطانيا البارح خمسين الف حالة عدوى ومئة وفاة كبير لنا انه ما نقدروش الخرج من هذا الوباء في واحد اللحظة خاص لا بد نمش مع الوباء تدريجيا وقال لهم احنا كايطاليا رهما تولينا 132 الف مواطن لذلك خاص الحيط والحضر بطبيعة لأخوان بريطانيا اللي كانت تقول انه الوباء والكورونا ما غديش نمقى نتعامل معهم كوباء ولكن غن تعامل معهم كزوكام بطبيعة لأخوان الوازير ديال الصحة اليوم كدير المؤتمر وتيقول بلا انه فصل الشتاء اللي غيجي غادي نكون واحد فصل الشتاء قاسح بزاف وغادي يكون واحد ضغط كبير على المستشفيات خصوصا انه قليم القيطاع ديال الصحة ما فيش بزاف ديال عمان لذلك قليم احنا غادي نحاول نحط الفلوس لهذا القيطاع ولكن رخصنا نوج دور يوسنا وزيادة على هذا دائما نفس الوازير وفي نفس المؤسمر الصحفي قبل انه بريطانيا غادي تقدر توصل لمية آلف حالة عدوى في اليوم رقم البرد صغير يا اخوان ما فيش سكان بزاف تقريبا شي جوت المليون وشي حاجة ولكن رخدو قرار ابتداء المليومة الى غاية اخوان خمستاش وشهر 11 يعني تقريبا واحد شهر غايكون حجر صحي المحلة التجارية اللي هي غير مهم ما غادي تسد كذلك يا اخوان تجمعات ممنوعة لف الاماكن المغلقة لف الاماكن المفتوحة وزيادة على هذي اخوان غايكون حضر التجوال مع 8 ديالة الليل كل شي يدخل الدار الى غاية الخمسة الا الناس اللي هي تخدم يعني اخوان هذي الفيلم حتى شي واحد ما كان يبغي وهذا نيت رأي يا اخوان الناس اللي هي تقول لا ما تتكلم على الجلبة والجلبة تضر تلك شي رأى هذي البولدال اصلا دخلت لهذ الحالة الوبائية لانه النسب ديال الجلبة ديالها ناقص بزاف وللتونيا مثلا يا اخوان رأي ال 51% ديال الشعب الهول ياخذ الجرعة الاول الجرعة التانية في حين انه يا اخوان بريطانيا على حسب خبار ايطاليين اللي كانوا تكلم اليوم سمعت لهم قال لك الخطأ اللي دارت بريطانيا هو انه فتحات ضغية هذي اول حاجة وما كيش يعني تاشي شورط حاليا وما كيش لا قيود لتاشي حاجة كلهم حرين وزيادة على هذا لو قيت اللي فتحات ما كانت عند واحد نسبة ديال الحماية وديلت الناس اللي جلب كثير بزاف يعني فتح الالف وثمانية وعشرين حالة وافات لبالح الالف وخمسة وعشرين يعني يا اخوان هذي تقريبا واحد العشرين يوم شهر روسيا كتسجل تسبعمية تمنمية تسعمية وهذا السيمن اللخر رايح دائما فوق تسعمية لذلك ارقام كارتية هاتش اللي خلى انه الرئيس بوتين يا اخوان تقبل بالاقتراح دي النائب رئيس الوزراء الروسي اللي هو انه يسدو الشركات يا اخوان وكذلك المكاتب هي غير مهمة ابتداء من ثلاثين شهر عشر الى غاية سبعة شهر حداش يعني تقريبا اخوان واحد تسعي يسدو ولكن يكون يتخلص وزيادة على هذا يشارط على الشركات انها تخدم على الاقل واحد تلت الموظفين ديالها من المنزل الى كانت عدة الامكانية وكذلك اخوان من بين القرارة اللي اخدات روسيا هو انه غيدر واحد الحجر صحي الناس اللي عند كثر من ستين سنة الى كنت جالب ممكن انك تخرج الى ما كنت تجالب ابتداء من الاثنين القادم الى غاية ثمانية وعشرين في شهر جوش ديال السنة القادمة ما يمكن انك تخرج هاد شي بطبيعة حال الى الواحد عنده كثر من سنة سنة وما خدام ما يخرج الى بغاية تقضى وبطبيعة حال اخوان حاجة اخرى المهمة هو انه روسيا طحف هاد المشكين لانه الناس اللي جلبت الحدود الساعة راهم يا اخوان عير ثنين وثلاثين في المائة واللي هو رقم قليل بزاف خلى انه الرئيس بوتين في خطاب دياله كيوجه واحد نداء ويطلب هم يقول لهم باش نخرج من هاد وابا كينجوش طرق طريقة الاولى هو انه الواحد يمرض والطريقة التانية هو انه يجلب قال انا يكن تمنى انه تدير الجلبة لانه الى مرد ما ستعرفوش الاضرار المرض كيف ستكون واذا قال لي يوم رجاء ان كون مسؤولين وحمي ريوسكم والناس اللي دارم بكم وبطبيعة حالي اخوان حاجة اللي استغرب لها بوتين قال انا ما فهمش عندي اصديقاء ما بغنش يجلبوا وكن تكلم عن ناس متقفة وناس اللي عندها اجازات كذلك في العلوم يا اخوان قال لي ما فهمش اشنوا واقع وبطبيعة حالي اخوان الى هو ما فهمش اشنوا واقع راه بطبيعة الحال الشعب ما تقش في الجلبة الروسية سبوتنيك لذلك اخوان كيف ما شفتوا معايا الدول الاوروبية عين بدك يجيل برد يا اخوان شوية والدول لمجال باشرة يعني كتكرف شوية الله يبعد اخوان هو انه الحكومة بقى مع طلب الزاب العام ليفاج فاشخرج الديكرياتو فلوسي في شهر عشرة راه كان نخرج في شهر سبع اخوان دي بيتش امي اللي كحدد لكوطة يعني شحل ديات الناس غاد يدخلو ومن البلدان اللي غايد دخلو منها وكذلك اخوان البروفين شحل كل بروفين الديكرياتو اللي غايد ديرو يعني الديكرياتو فلوسي غتكون كتير مقارنت بالدكرياتو الفلوسي السابق واللي كانت فيها اخوان 31000 كونترا ما غاديش نقول 31000 كونترا ولكن على الاقل الناس اللي السابدت منه 31000 لانهم من الاشياء الجديدة اللي كانوا كذلك ناس اخوان اللي من خارج الدول الالتحاد وعدت يعني امور اللي كانت يا اخوان كذلك الناس اللي كانت كتقدر في البلدان الاصلية ديالها وكتقدر تكوين المهاني هذو كل هم ناس السابد يا اخوان لذلك الكونترا اللي كانت حقيقية يا اخوان في ذاك الدكرياتو الفلوس دي السنة الماضية كانت تقريبا 13000 واللي كانت مقصمة يا اخوان على 26 وعشرين بلد دواب طبيعي اخوان من بين الاشياء اللي قالت الوزيرة قالت بل انه من غير العمل اللي هو موسمي غادي نحاول ندخلوا كذلك عمال اللي هما يحرافيين بحل البناية بحل كذلك سائقي الشحينات وعدة قطاعات لإطايف عند فعل الخصاص ولكن اخوان لحدود الساعة راه باقي ما بين نتكر لكم الجهات البروفينشات يا اخوان حيث غا نقول لكم محد الارقام وانا دائما كنحضركم من هاد الدكريات وفلوس ولكن بنادم باقي كيسول ما بغاش يفاق انا راه ماشي نقول لكم انه الدكريات وفلوس كله عملية نصب لا الكنترات راه هم كينين ولكن الناس اللي تسول على الكنترات راه كثيرة بزاف هاد الدكريات وفلوس اللي الناس فقط له حاليا راه من 2001 يعني هاد السنة سيكمل 20 سنة هو كين وكل عام يا اخوان كين عرد ما فهمتش الناس علش ولست تسول عليها بزاف هذي اول حاجة ثاني حاجة خذكم تعارفوا بلا انه هذي قلنا في الاول كانت 13000 كونترات تقسمت على 26 بلد الحاجة اللي هي مهمة هو انه كين بلدان كتتاخد كتر من البلدان الاخرى يعني ما كتتقسم ذاك الشي سواسية تونس مثلا من بين دول اللي كتتاخد كونترات بزاف المغرب هو كذلك اخوان ونحن ندروا مثلا عرمية لهذا ندروا المغرب سيأخذ 4000 كونترات احنا ازدنا بزاف واش في النظر المغرب اللي بغن يجيبوش واحد من المغرب بهد القانوم دي كريت فلوس سيعر 4000 والمشكل المغرب هو انه كلهم في الشمال اغلبية ديالهم ستقول لي لماذا كانوا المغرب في الشمال فين المشكل المشكل هو انه كل بروفينشا عند واحد العدد اللي هو صغير ديال الناس اللي تقدر تجيب نعطيكم مثال وهنا شوف يا اخوان مزيان هذو يا اخوان الكواطر اللي تعطو لي مليار رومانيا يعني لكن تكلموا على الكون كامل يعني يعني إلا نشوف الطوطر الكامل ستقوم 450 زائد 188 جابت يا اخوان 737 شخص اللي تقرأ في البلدات الاصلي ودير اتفاقيات مع مؤسسة هنا في ايطاليا لذلك دخل فيها كاملا ولجي نشوف المغاربة اللي في بولونيا والمغاربة في موضينا واللي في ساسوولو واللي يعني بغان يجيبوا العائلة ديالومي اخوان من المغرب بهذا الدكرة توفلوسي ارغان نلقوهم 2000 و13000 ولكن راه كان عرس 700 مشيتا كونترا عن 700 شخص اللي غير السافد من دكرة توفلوسي من جميع الجنسية للعالم يعني هذو كساس وعشرين بلد اللي اسكلم عليهم لذلك الالجة المغاربة في هات 700 تقدر تجيبوا 150 في المليار رومانية كاملة احنا يا اخوان عن ماذا نتكلم راه المشكيل انا نقول لكم باش نجيكم من الاخر يا اخوان هذ القادية كان في المليار رومانية كان في المباردية كان في جميع المناطق كلهم يا اخوان ياخدوا كونترا تقلال اللي نقدر نقول لكم هو انه الى الواحد عنده واحد الباطرون غادي يدفع ليه وغايد معه اتفاق اقول انا ندفع لك ولا اعطوك الفيزا انتلي تكلف بل كونتريبوتي دي رفيد الله وقول لي مشات ما كينتش مشكل اما باش يجي عندك سمصار يقول انا را كنعرف الفلال فلاني اعطيني واحد الالف وخمسمائة اعطيني الالف وخمسمائة باش ندفع لك يا اخوان را كيبيع لكم الوهم را نبقى نقول لكم دائما وانا صراحة والله يتكن التفقص من الناس كتجي تسول راه الناس اللي كتجي تسول راه كثير وكثير وكثير بزاف الناس يسحب لي هاد القانون يالله خرج هاد العام وعير كيدورو ويفرق في الكون راه يا اخوان ذاك الشي راه محدود للغاية راه ما كنقوش لكم ما كين شارك شارك تعتمدوا على هاد القانون تبقوا تسول عليه يوميا تسول ويا اخوان ولكن هاد الشي راه ما غي خرج راه القانون ياخوان محدود للغاية هذي اشهر ياخوان وحنا كنت تكلم على انه القيطاع ذي التلفزيون الايطالي غي يطرأ عليه تغيير واليوم ياخوان رسميا تغيير بده لانه 15 ستختفي من تلفزيون لكم الى كانت عندكم تلفزيون قديمة بزف لانه الاداعات الاتية كيف ما غدي تشوف معايا راي كواترو راي شينكوي راي موفي راي يويو راي سبورت كذلك راي ستوريا غول وراي بروميوم وراي سكولا هذو كلهم غدي يختفي في حين انه في الاداعات ديال تيجي ايطاليا دوي واداعات اخرى هالاد الاداعات الى كانت تلفزيون قديمة مغايقوش يشدو باش عرفوا تلفزيون مزيانة ونبا مزياناش يكفي انه تبشيون القناة اخوان 501 505 ولا 507 الى كانت كثبين لكم شي قناة في هاد الارقم اللي قلت لكم كتعني انه تلفزيون مرها مزيانة خاصكم عير تدير الرشاش من جديد يعني تعاودوا تديروا البحش على الاداعات كاملين باش يعني تلفزي لكم شو اللي اوكي الناس اللي مغايقوش حاجة اخوان فالاداعات ممكن كذلك انه ميجربوا في الرقم 100 و200 الى بنت لكم شي حاجة راه التلفزي مزيانة بنت لكم عير صورة صوداء كي يعني انه تلفزة ولا خاصي تبدل ما بغيش تبدل تلفزة حيث ما عندك مثلا الفلوس دبا حاليا راه تقدر تشري ديكو دور صغير وتخدم في تلفزة واللي وشدو لك اداعات وزيادة على هذا راه كين دبا حاليا تخفي الحكومة البونوس تلفزة اللي هما يجوج البونوس الاول كتدي تلفزة القديمة وكيعطيك 20% لحد اقصى انا بغيش ديكو دور تقدر تشري ديكو دور بهذا البونوس الثاني دي 30 او يعني تلفز انت عاجبك وما بغيش تغير تقدر تستفد من هذ 30 او تشري به ديكو دور وواليدعا ديار مزيانين لذلك اخوان هاتش الناس اللي تفرج في الادعاة الايطالية ولكن الادعاة الاخرى اللي هي مهمة ومعروفة ما غاديش تختار فيها اخوان راي اونو دويت ريتي كواترو كانالي تشينكو ايطاليا اونو لساتي هذو را غادي بقاوه بطبيعة الحال ولكن من الاحسن الواحد الى عنده امكانية يستفد من هذ البونوس لقيمة المالية دياله 130 او يستفد منه راكب ما لكم تلفز مثلا اللي دياله 500 غادي حيدور 100 او في البونوس الاول و30 في البونوس الثاني لذلك غتخلص لها 370 فيما يخص الحالة الوبائية في ايطاليا اخوان فهي كالاتف اخر 24 ساعة كالقاوة 3700 يعني الحالات كيرتافعة بشوية ناس اللي توف 33 والعدد ديال التحالي اللي درنا راهم ربعم وخمسة وثمانين الاف ناس اللي في انعاش هما هما يا اخوان ما تغيروا والعدد ديالهم راها 355 في حين انهم المستشفيات تزاد 41 كوي للعدد ديالهم 2464 المغربي اخوان فهو كما يلي الناس اللي خدت الجرعة الاولى راها 23 مليون و333 الناس اللي خدت الجرعة التانية 21 مليون و116 الاف الناس اللي تشافه و457 والناس اللي توفه و14 الله رحمهم في حين انه اللي يتلقوا العلاج 5400 توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي عدنا الرباط واحد باقي الجهات اخوان فقال من 40 حالة بهذا كون صنع الاخر الحلقة تهلا وفريوسكم وإلى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله